اشتركوا في القناة 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 وانني على ثقة ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفعيل المزيد من اطر التعاون المشتركة واختاما اكرر الترحيب باخي العزيز الدكتور اشتركوا في القناة فلسطين الحبيبة وشعبها الصامد كل الخير والامن والاستقرار شكرا لكم واخي العزيز تفضل فامي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لدولة الرحيم شكرا لدولة الرئيس والامر الثانية التي نقوم بها الى جمهورية مصر العربية حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة منظمة التحرير وحاضنة المشهد الفلسطيني بكامل مفاصله وتفاصله وتشرفت اليوم ايضا بهذا اللقاء وحسن الاستقبال دولة الرئيس اشكرك جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال ودفء الاستقبال وازكرك بشكل شخصي لانخراطك في هذا المشهد الفلسطيني اللي احنا نحتاج مصر اليوم اكثر من اي وقت مضى والعلاقة بين مصر وفلسطين لم تدأ عندي وعندك اليوم احنا نراكم على كل الذين سبقونا سواء كان ذلك الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس ياسر عرفات لاخيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما تلا من كل رؤساء لجمهورية مصر العربية الذين هم كانوا دائما رعاء للمشهد الوطني ولكن انا قلت اود ان اكرر امامك واخواني الاعلام ان فلسطين تعشعش في قلب كل انسان مصري مثل ما ان مصر تسكن في قلب كل انسان فلسطيني هذه العلاقة التاريخي المتجذرة بين بلدينا اليوم نعززها بالمشهد السياسي الداعم لفلسطين في جميع المنصات الدولية من اجل انهاء الاحتلال من اجل اقامة دولة فلسطين على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين من اجل ان يكون للفلسطيني بيت امن في ضل هذا الاقليم المتغير والظروف الدولية المتحولة التي نعيشها نحن وانتم اليوم ونحن دولة الرئيس شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة بانهاء الاحتلال وحل الدولتين نحن شركاء مع مصر بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس ابو مازن ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي مضى وكان مناسبة تأسيسها اول امس وولدت هنا في القاهرة ولا تزال تعيش رافع للراية الفلسطينية من اجل دحر الاحتلال وانهاء وتعزيز المشهد الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونحن ايضا شركاء دولة الرئيس في مواجهة الارهاب الذي عاشت منطقتنا لاننا نريد لهذا السلام ان ينتهي ولكن للأسف الشديد في الوقت الذي نواجه فيه هذا الارهاب هناك دولة ارهابية في المنطقة وهي اسرائيل التي تمارس ارهابها سواء كان ذلك ارهاب المستوطنين او سواء كان ذلك ارهاب الدولة استشهد عند الشعب الفلسطيني من ابنائنا منذ بداية العام حتى اليوم 165 شهيد قطاع غزة لا زال تحت الحصار وايضا هناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا واشكرك جزير الشكر على كل دعم تقدم مصر في رفع المعاناة عن اهلنا في قطاع غزة ورفع المعاناة عن اهلنا في الاراضي الفلسطينية دولة الرئيس كما تعلم واحنا وضعنا امامك خريطة لما يجري في المشهد في الاراضي الفلسطينية تشن علينا اسرائيل حروب مختلفة هناك الحرب على الارض والجغرافيا بالمصادرات هناك حرب على الانسان والديمغرافيا بالاعتقال والقتل وهدم البيوت والتهجير وهناك حرب على الرواي الفلسطيني ان اسرائيل تقول ان ارض فلسطين ارض متنازع عليها وان هذه الاراضي هي يهودة والسامرة وحق العودة لليهود الى فلسطين كل هذا الكلام دولة الرئيس نحن نعلم علم اليقين الاراضي الفلسطينية هي للفلسطينيين ونحن اعطينا فلسطين اسمها وهذه الارض المحتلة سوف يزول عنها الاحتلال اضافة الى هذه الحرب هناك حرب المال اسرائيل تقططع من اموالنا بشكل شهري حوالي 275 مليون شيكل ما يعادل 100 مليون دولار تحت حجة اننا نقوم بواجبنا تجاه اولادنا من الاسرى والشهداء واكد لك اننا سبقا نبقى اوفياء لأولادنا من الاسرى والشهداء هذا الاماني في عنقنا مثل ما ان المسجد الاقصى اماني في عنقنا جميعا ومثل ما ان ارض فلسطين اماني في عنقنا ايضا جميعا دولة الرئيس اشكرك مرة اخرى على الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم وان هناك اتفاقيات ايضا سيتم توقيعها وان جولة المشاورات التي اجريت بشكل ثنائي بين وزرائنا في مختلف التخصصات اخواني الوزراء الحاضرين وزير الخارجية وزير الداخلية سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية وزير الاقتصاد وزير الزراعة وزير الاوقاف وزير مواصلات وزير الاشغال والاسكان وزير التعليم العالي وزير الصحة الامين العام لمجلس learning الناتك باسم الحكومة رئيس سلطة الطاقة وكيل وزارة المالية ومستشارة رئيس الوزراءة و المستشارة رئيس الوزراء لشهول الاقتصادية مساعد رئيس الوزراء كلنا محملين بالشكر والتخدير على الحفاوة التي استقبلنا فيها من إخوانك الوزراء وهذه حتما وأكيدا بتوجيهات من دولة أخي رئيس الوزراء أمس تشرفت أيضا بلقاء شيخ الأزهر واستقبلنا بحفاوة عالية وكذلك بابا الكنيسة كنيسة الإسكندرية وأيضا تشرفنا بلقاء الوزير عباس كامل ووفد من رجال الأعمال المصريين مع وفد رجال الأعمال الفلسطينيين دولة الرئيس أقدم لك التهنئة على هذا الإنجاز اللي شفنا اليوم وأقدم لك التهنئة ولشعب مصر على هذا الحدث الهام اللي رأينا وأنا سعيد جدا وتشرفت أنه أول لقاء وزاري يتم في هذا المبنى هو توج بفلسطين وباسم القدس وباسم الأرض المقدسة إحنا بجميع الأحوال عاجزين عن الشكر لحفاوة الاستقبال وأتمنى عليك دولة الرئيس أن تلبي دعوتنا بزيارة فلسطين أنت وإخوانك الوزراء لكي ترى أيضا أن هناك شعب فلسطيني يحب الحياة وأن هناك اقتصاد فلسطيني مقاوم وأن هناك مدينة توأم لمكة المقرمة وهي مدينة القدس وهناك مدينة بيت لحم التي ولد فيها السيد المسيح ومدينتنا القدس التي أسري بها بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء العلى ونحن دولة الرئيس ندعي أن القدس هي أقرب نقطة إلى السماء واللي موش مصدقنا بيقدر يقيس ويطلع ويشوف شكرا جزيلا على لطفك وشكرا جزيلا على حفاوة استكبالك وبارك الله فيك والتحية لشعب مصر على كل ما تقدم لفلسطين في التعليم وفي الصحة وفي المواصلات وفي رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزي وفي كل مجالات الحياة أنتم عمقنا وأنتم أهلنا ونفخر بهذا العمق ونفخر بهذه الأخوة بيني وبينك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيها أبو مازن بين إخوان الموزراء وبين الشعب الفلسطيني حيث ما كان حيث ما حل مع الشعب المصري شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا 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 اشتركوا في القناة